بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم طلاب اولى اعدادي بجد بجد وعشتوني والنهاردة معنا فيديو جديد جامد جدا جدا اللي هو مراجعة الامتحان اللي هو بتاع شهر مارس اللي هو عشرين واحد وعشرين وده افضل واقوى مراجعة ممكن تلاقوها طبعا بالنظام الجديد اللي هو ايه اختار يلا بنا نبدأ على طول الفرق بين الطقس والمناخ يتمثل في ايه في الفترة الزمنية شو الطر يا اولا هنا تعد نقطة اهم عناصر المناخ اهم عناصر المناخ الرياح ولا الحرارة ولا كمية المطر ولا الضغط طبعا الحرارة وده سعب مهم جدا 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 تعد الرياح القطبية القطبية من انواع الرياح ايه من انواع الرياح الدائمة شو الطر يا اولا تهب الرياح القطبية القطبية من منطقة الضغط المرتفع عند القطبي لو قال لنحو نقول لنحو الدائرتين القطبيتين لكن عند القطبي تغير الرياح نقط اتجاهها بين الصف والشتاء بتتحرك ما بين الصف والشتاء الصف والشتاء نقول على طول الموسمية طيب تهب الرياح نقط فوق مناطق محدودة محدودة على سطح الأرض نقول له المحلية طيب تعد الرياح الخماسين الخماسين من الرياح ايه طبعا من الرياح المحلية هنا ما يقول لي يسقط المطر التصاعدي التصاعدي على أنه منطقة على الاستوائية هنا تحدث الأمطار نقط عند استضام رياح محملة ببخار الماء بالجبل خلي بالك أنا بقول لك بالجبل ما قلت لكش استضام طبعا الرياح الهواء السخن مع الهواء البارد وسكت وما قلتش برضو اللي هو استضام الهواء الساخن مع الهواء البارد مع رعد وبرك لكن لما قل لك بالجبل استضام الرياح بالجبل نسمىها التداريسية هنا من المناطق نادرة المطر نادرة المطر السحراء الكبرى طيب يتميز الاقليم المناخي نقط بارتفاع الحرارة وغزارة الأمطار طول العام ارتفاع حرارة وغزارة أمطار هو مين؟ هو طبعا الاستوائي طيب المناطق الواقعة بين دائرة من تلاتين لخمسة واربعين من تلاتين لخمسة واربعين عيبة ايه؟ عيبة منهم البحر المتوسط طيب هنا تهب الرياح نقط باتجاه الضغط المنخفض عند الاستواء الضغط هي بتروح للضغط المنخفض عند الاستواء ايه؟ الرياح التجارية هنا تهب على السودان السودان رياح محملة اسمها ايه؟ من غير ما يكمل الهبوب شطر يولا هنا اختلاف الحرارة على اليابس والماء المتجاورين لما يقول لي يا بي سماوي يقول لي ليل ونهار على طول لازم نقوله نسيم البر والبحر طيب يصاحب سقوط الامطار رعد وبرق لسا ايلي رعد وبرق هي الاعصارية طيب هنا من المناطق متوسطة المطر متوسطة المطر السحر الشمالي البحر متوسط شطر يولا المناطق الواقعة بين دائرة عرض بص عشر جنوبا لعشر شمال عشر جنوبا لعشر شمال هو الاستواء وشبه الاستوائي طيب تسقط الامطار بالاقليم المداري المداري في فصل ايه في فصل الصيف شطر يا ولاد يعرف اقليم المناخ نقط بالسافن السافن اللي هو اليه اقليم ايه المداري شطر يا ولاد يمتد الاقليم المناخي نقط جنوب شرق قرية اسع جنوب شرق قرية اسع السؤال ده مهم هو الموسمي ينتمي اقليم مناخي البحر المتوسط الى الاقاريم المناخية ايه المعتدر الدفيئة تسقط الأمطار في الإقليم البارد البارد خلال فصل فصل الشتاء من أنواع الرياح الدائمة التجارية طبعا فيه اتنين كمان أهم عناصر المناخ ده السؤال ده برضو بيتقرر معنا وده من أهم الأسئلة طبعا الحرارة هنا لما يقول لي الرياح التي تعمل على تلطيف درجة الحرارة من غير ما كمل على طول أقول التجارية تقابل بص دي برضو السؤال التالت تقابل هواء بارد مع هواء محمل ببخار الماء يتكاسف ويسقط خلي بالك أنا ما قلت لكش جبل وما قلت لكش رعد وبرقة يبدا نقوله ايه التصاعدي هنا من الرياح المحلية يا إما الهبوب يا إما الخمسين اللي موجود طبعا الخمسين ناشي تسقط الأمطار على الإقليم المداري فيه ده برضو السؤال ده تقرر الصيف تعتبر الرياح التجارية التجارية من أنواع الرياح ايه الدائمة شطر يا أولاد طيب هنا إقليم مناخي يتميز بصيف عد بقى معايا حار ممت الراتب حار ممت الراتب وشتاء بارد على طب نقوله الموسمي هنا يسقط المطر التصعدي على المنطقة السؤال ده برضو تقرر على المنطقة الاستوائية الرياح نؤت تهب على دائرة عرض 30 شمالا وجنوبا إلى الدائرتين القببيتين نقوله العكسية يتميز نؤقت شمال مصر بصيف حار جاف صيف حار جاف وشتاء دافئ صيف حار جاف وشتاء دافئ هو البحر المتوسط اشترك العاملين طبعا بحرفة نقط في أكثر من طبقات اجتماعية في مصر القديمة يعني في احنا عارفيني اني عندنا أربع طبقات في طبقة فيهم مشتركة في الحرف طبعا الطبقة اللي هي طبعا الصناعة هي اللي مشتركة في كل الطبقات فمعظم الناس في الطبق التانية وفي الطبقة التالت وفي الطبقة الرابعة بيعملهم بحرفة الصناعة يبا الحرفة المشتركة في كل الطبقات الصناعة شتر يا ولا من الأعياد الاجتماعية عند المصريين القدامة من غير مبصعة يا إما الربيع يا إما رأس السنة الربيع شتر يا ولا كان نقط على رأس الهرم الطبقي الهرم الطبقي ومين فرعون شتر يا ولا كان يلي طبقة صغار الموظفين والتجار الطبقة اللي بعد صغار الموظفين والتجار هي طبقة عمال الزراعة كانت ملابس الأغنية والفرعون تصنع من إيه تصنع من الحرير طيب كانت ملابس عمة الشعب في مصر الفرعونية النوم الناس الغلابة تصنع من إيه تصنع من الكتان شتر يا أولاد من الأعياد الدينية الدينية من غير مبصة الإله أمون طيب سجلت النصوص الدينية في مصر الفرعونية بالكتاب إيه الدينية الهيراتيقية طب لو قال لي طبعا الخط المقدس أو كتابات فرعون الهيروغروفية لو قال لي الخط الشعبي نقول له الديموطيقية طيب خلينا نشوف عرفة الكتابة الديموطيقية في مصر القديمة بإيه بخط رجال الدين صح يا أولاد بخط رجال الدين طيب هنا استخدم المصريون القدماء الكتابة نقط في جميع نواحي الحياة في جميع نواحي الحياة نقوله الديموطيقية وهي إيه الخط الشعبي برضو تمام أناشيد اخناتون نوع من أنواع الأدب إيه الديني طيب هنا لما يقول لي يعتبر من أنواع الأدب الذي يعكس القضايا الإجتماعية القضايا الإجتماعية القصصي هنا استوريس إيزيس وأزوريس من الأدب إيه الديني شطر يا أولاد أنا شيد إخناتون برضو تقرر معايا نوع من أنواع الأدب إيه الديني تمام الأدب الذي يمجد أعمال فرعون فرعون اسمه إيه المديح طيب ينتمي حكام الأقالي في مصر القديمة إلى الطبقة إيه إلى الطبقة الثانية تعد قصة سنوحي من الأدب إيه من الأدب القصصي طيب بلن مصر القديم ما اسكنه من إيه من الطب اللبن شطر يا أولاد من الألعاب الرياضية التي كانت تمارسها المرأة في مصر الفرعونية تقزف القراط شطر يا أولاد من الألعاب التي تعتمد على التفكير التفكير هي إيه الشطرنج طيب الكتابات الدينية التي كانت تدون على نبات البردي على نبات البردي على نبات البردي اسوالد مهم كتاب الموتى طيب لما يقول لي هنا مجموعة العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها طبقات المجتمع من مصر خلي بها لك مجموعة عادات وتقاليد هي اسمها إيه الحياة الاجتماعية الكتابات التي استخدمها الكهنة الكهنة اللي هي الهيراتيقية اللي هما ايه خط رجال ايه الدين طيب هنا تعددت طبقات المجتمع فكان صغار الموظفين الموظفين من الطبقة ايه من الطبقة الثالثة ويلا بينا واشتركوا بقى في القناة وبكده أولاد نكونوا قد انتهينا من هذه المراجعة ارجو منكم المشاهدة مرة واثنين وثلاثة وان كان لديكم اي استفسار او اي سؤال اكتبوه لي في التعليقات وشرف لي ان انا ارد على حضراتكم ويلا على طول على الفور اشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد وتابعوا كل الفيديوات القادمة ان شاء الله ضعوني الله وسوف تحصلون على اعلى الدرجات واسأل الله ان يوفقكم لما تحبه وترضونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسوا الاشتراك في القناة